بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام نصيحة لطلبة العلم عموماً وللرقات الشرعيين خصوصاً قال علماء السلف من بركة العلم أن ترد الأقوال لأصحابها فالإنسان إذا أخذ قول عالم من العلماء أو أخذ حكمة أو أخذ فائدة من فوائد السلف أن يذكر ذاك السلف التي ذكرها وهكذا كان يفعل السلف ارجعوا إلى كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وإلى كتب العلماء الأوائد والمعاصرين أنهم كانوا يردون الأقوال إلى أصحابها وبهذا العمل يبارك الله سبحانه وتعالى في العلم فيزيد فأنا أيضاً أنصح طلبة العلم وأنصح الرقات بالخصوص الراقي إذا أخذ فائدة من راقي شرعي آخر أو أخذ علماً أو أخذ رقية أو أخذ فائدة معينة يردها إلى ذلك الراقي ماذا يخسر سبحان الله العلي العظيم أنا لما أأخذ فائدة من عند راقي شرعي ورقيتي لله خارصة لله لأن الرقية لها شرطان لكي تقبل عند الله سبحانه وتعالى شرط الإخلاص وشرط المتابعة الإخلاص أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى والمتابعة أن تكون متبعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسنته فعمل أصلاً هو جهاد في سبيل الله ليست من أجل أمر أو نتيجة أو هدف أو غاية معينة في الدنيا أصل إليها فلا أستطيع أن أصل إليها إلا بعمل مخصوص مني أو بأهداف معينة تخرج مني أنا شخصياً لا الرقية لله عمل لله قربة لله جهاد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بل هي أعظم جهاد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فأول من كان يقوم بها يعني يقوم بطرد الشياطين وإبعاد الشياطين عن الإنس عيسى عليه الصلاة والسلام ثم جاء بعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرقية جهاد بارك الله فيكم الرقية لله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فهذا النفع لله سبحانه وتعالى هذا العمل لله سبحانه وتعالى فيا أيها الراقي الشرعي إذا أخذت فائدة من راقي آخر شرعي أو أخذت رقية أو أخذت مقطعا أو أخذت نصيحة أو أخذت كلاما من راقي أو أخذت شيئا من موقعه من صفحته من كتابه من أي شيء فمن المفروض أن ترد تلك الرقية أو تلك التجربة أو تلك الفائدة أو ذلك الإجتهاد أو ذلك القول أو ذلك العلم إلى صاحبه لكي يبارك الله سبحانه وتعالى لك ويبارك فيك ويبارك عليك ويصبح هذا العمل الذي قمت به مقبولا عند الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين فتصبح من المتقين ولا تكتم عمل الآخرين وتأخذه وتنسبه إليك دون أن تذكره ودون أن ترده إلى أصحابه إلا إذا نسيت فلا تآخذ أو أخطأت فلا تآخذ أما أنك سبحان الله تأخذ عمل الآخرين دون أن ترده لأصحابه متعمدا دون الإشارة إلى من علمك أو استفدت منه أو أخذت عنه فهذا غير مقبول عند السلف وارجع إلى سيرة السلف وارجع إلى الكتاب والسنة وارجع إلى العلماء إذا كان عملك لله أما إذا كان عملك لغير الله وكان لدنيا تصيبها أو كان لأمر خاص فأنا أصلا كلامي غير موجه لمن هذا مراده فأنا كلامي موجه للراقي الذي يرقي لوجه الله سبحانه وتعالى يرقي خالصا في عمله لله سبحانه وتعالى يرقي في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يريد من وراء رقيته شهرة ولا جاها ولا سلطانا ولا مالا ولا يريد منها الظهور الذي يقسم الظهور ولا يريد منها أن يشار إليه بالبنان ولا يريد من وراء الرقية الرفعة وإنما يريد به الدار الآخرة يريد به أرضاء الله سبحانه وتعالى يريد بها أن يلقاها يوم القيامة يوم دا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر